لم تفق المملكة بعد من الصدمة فلا توجد مواشرات على أنها سترد عملياً على الاعتداء الكبير الذي طال منشآت أرامك النفطية ولم توجه حتى اللحظة اتهاماً مباشراً لأحد رغم اتهام واشنطن لإيران وإبداي ترامب استعداداً للرد في حال حددت الرياض الجهة المنفذة للهجوم ميليشيا الحوثي لا تزال مصرة على أنها من نفذت الهجوم بطائرات مسيرة والملفت للنظر أن تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رجه احتمالية الصحة الدعاءات الحوثي فالمحققون التابعون للأمم المتحدة رصدوا في تقارير سابقة حصول الحوثيين على طائرات مسيرة متقدمة فضلاً عن تدريبهم على استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني وفق الصحيفة الأمريكية فإن الطائرات المسيرة يسهل إنتاجها ويصوب اعتراضها وهو ما يضع السعودية في تحدي لا يمكن مواجهته بسهولة فيما ذهب خبراء عسكريون إلى أن السعودية تتجني عسكرياً نتائي سياساتها الخاطئة في اليمن حيث أهدر التحالف السعودي الإماراتي أربع سنوات لإضعاف الشرعية وخلق فوضى كبيرة في المناطق المحررة في الوقت الذي كان يمكن للرياض أن تدعم جهود الشرعية لهزيمة ميليشيا الحوثي ومع ذلك فإن الوقت لا يزال متاحاً للسعودية في تصحيح أخطائها فاليمن وفق محللين هي مصدر لهزيمة السعودية أو انتصارها أمام إيران والطريق إلى ذلك يبدأ من خروجها من عقدة بقاء اليمن جاراً ضعيفاً والتوجه نحو عودة الشرعية لعدن وبسط سلطتها في المناطق المحررة ثم دعم الجيش الوطني ورفع الغطاء عن ميليشيات الإمارات كخطوات ضرورية لمواجهة ميليشيا الحوثي الذراع العسكري لإيران ترجمة نانسي قنقر